وش يعني ليش توتر والله أنا صال لي ممكن تلس ساعات متوتر صالت لس ساعات أول ما طلعت من البيت الحال الموسط للقناة متوتر يعني حتى تخيلي بالسيارة متعدل نفسي حتى بس أوصل إلى الاستوديو على وقت التوتر لمن هي تكون أساساً حالة صعبة عند الإنسان يعني أنت اليوم إذا تمر بمزات صعبة تتأخر على دوامك مثلاً موضوع ما تقدير تحل صعب شوية عليك هنانا رح يضربك التوتر ما بيها مجال يعني حتى لو تكون أنت تسوي نفسك إيجابي نوعاً ما بس هو موضوع لابد منه يجيك يعني ضروري طبعاً تدري أنت أن مستوى التوتر زاد في هاي الفترة بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد والناس قاعدة بالبيت أي ولا وتشتش ديد يعني على الورقاية الشديدة يعني زيانة شو كنت تحسي نفسك تتوترين يعني كل مواضيع أو اللي توتر شبصورة عامة هو أكيد فيروس كورونا موترني يعني شي طبيعي أن كل ما أبدأ في نفس شي جديد بحياة سواء عمل أو دراسة هذا الشيء يوتر بالبداية هو شوفي الموضوع وارد بس حسيتش ساتيمة وترى يعني أنا حالي بش بي بديتي عمل جديد بس صراحة سبعي أنت يعني أخذت عجة وراء أسلم أنا جداً يعني جداً سعيدة وياكم والله إحنا الأسعاد أكيد شوفي أكو مسألة قبل الفترة موضوع قرأتها طبعاً وسمعت عن موضوع يقول هو دكتور يقول السترس أو التوتر أقوى مرض ممكن يصيب الإنسان يعني لا سامح الله اليوم الإنسان لو بي مرض خبيث أو مرض بعيد للشرع عن الجميع أكيد التوتر والسترس هو أقوى من عدهم حتى أخطر من أمراض القلبي يعني يقول لك هو التوتر يجيك يعني حتى لو مو أنت اللي تريده هو يجيك لابد من عنده بس يبقى هنا الإنسان ممكن شون يتحكم به يتحكم بالتوتر بزيادته أو بأنقاصه يعني ممكن اليوم الموضوع هو كل شيء يوتر بس أنا حتى أعرف أنه هذا يضرب صحتي التوتر ممكن أنا شوية أقلل من عنده أتعامل بإيجابية نوعاً ما فإحنا نقول يا ربي بعد الكل عن التوتر لأنه بصراحة صعب التوتر أيضاً يعني يسبب هو يعني يأثر على نفسيتك سلبين حتى التوتر يعني حسب ما قاله علمياً أنه أنت ذات نام وأنت متوتر تقعد وأنت متوتر يعني قد توتر بيك صحيح هو شيء بقي وياك وأساساً أنا أظن يعني مو بس أظن يمكن متأكد أن الشعب العراقي كله متوتر بعد ما وصل اللقاح مع الكورونا أنه من وآخذ يعني من وآخذه من وما آخذه بصراحة يعني بدأت أكون اليوم بمدينة نطبة أعتقد أول حالة أخذت اللقاح بس تعرفون شنو العالم هنا منقسم ما بين نصين أكوناس تقول أرداخذان اليوم وأكوناس تقول لا ما أرداخذان لأن سمعوا أنه أكو بيهم ماتوا بعد ما أخذوا اللقاح فهذا أكيد سيزيد نسبة التوتر عد العالم بشكل كلش عالي صحيح فإحنا نقول ابتعدوا عن توترنا وعن ما ونحن نتمنى الشفاء العاجل يا رب لكل مصابين وهذه الصور طبعا اليوم هي من المرضى العراقيين أو الأشخاص العراقيين اليوم اللي أخذوا جرعة اللقاح مع الفيروس كورونا نتمنى لهم الشفاء طبعا وأكيد نتمنى الشفاء للجميع حتى المصابين ونخلص من هذا الفيروس لأننا بصراحة شوية يعني تعبنا بصراحة هواية نسمنا لهم السلام يا ورد إن شاء الله أنت شو نرأيك يعني إذا وصل اللقاح تأخذي أو ما تأخذي نفسي بصراحة أخاف والله وكلها خايفة بس لا يعرف أنا ما أخذي أنا ما أخذي يعني كلش أخاف من عنده لأنه يعني يعني واحد وليزم بالبداية سوي فحص النفسه يشوف لأنه يقولون المصاب ممكن إذا يعني ياخذي ممكن يؤدي إلى شغلات سلبية أو نحن يمكن لازم الموضوع اليوم هو نوعا ما إيجابية ونوعا ما سلبية نقول هو بعد ما ينتشر أكيد اليوم يتناسب مثلا أكوناس أكيد يخضعون لفحوصات قبل لا يأخذ هذه الجرعة يعني اليوم أكيد الطبيب المسؤول قبل لا ينطي الجرعة للشخص المصاب ما من الممكن ينطي الجرعة هذه بدون فحوصات يعرف مثلا شنو الأمراض ممكن متوالما هذه الجرعة فأكيد نقول للعالم استقبلوا الموضوع بصورة إيجابية بالأخير هذا أعتقد هو خلاص من فيروس كورونا وكل شوه ممكن المواقع التواصل الاجتماعي هي همينة لأثرت على نفسية العالم وخوفتهم الدقاء أكيد هذا قوم كامل مو صحيح؟ طبعا يعني المواقع التواصل مشعلة للموضوع على درجة وخال الإنسان بمحط سلبي إلى درجة بحيث يهو اللي يشوف عن الفيروس وعن اللقاحات يقول لك لا أنا مارد أتلقح بس نقول شوه يهدوا على العالم لأن إحنا لازم نكون شوه اليوم إيجابيين إن شاء الله طبعا